المانيا ومحاولة انقلاب عسكري وشماتة عربية واسلامية غير مفهومة وغير مبررة وهو ده مضوحة الامن الارض السلام مشاهدين اهلا بكم طبعا فجئنا صباح امس بتصريحات غريبة جدا يعني مش متعودين عليها في العالم الاول يعني عاصناها اخبار دايما تخص العالم التالت اللي هي محاولة انقلاب عسكري دموي في المانيا وان القوات ده همت مش عارف كم ولاية كده 12 ولاية ومش عارف كم منزل عدد كم من المنازل وقبلت على 55 شخص منهم عسكريون سابقون ومنهم مش عارف ناس في القوات الخاصة يعني يعني وناس يعتبر في مراكز مهمة وهم اللي اعلنوا ان هو كانت محاولة انقلاب عسكري دموي على السلطة ومؤسسات الدولة وهجوم على مؤسسات الدولة باستخدام العنف في المانيا هو ده كان ايه اه مضمو الخبر يعني طبعا اه ان هيك ان هما التعليقات الناس العرب زينا والمسلمين غريب اول حاجة هما كانوا شامتانين في خروج المانيا من دول 16 بداخلت دول 16 يعني من دور المجموعات خرجوا المجموعات بسبب اه الازمة بتاعت يعني فكرة الدفاع عن المسلية او عالم الريمبو او الشهرات اللي هي بهذا الشكل وان هما كانوا فرحلين فيهم ان هما خسروا في المانيا وكمان اه اه ادي العلمانيا بتاعتكوا ادي المانيا وهم يعني زعلنين القلاب العسكري ما نجحش ونفسهم كان يحصل القلاب في المانيا يعني عقابا لها على يعني موضوع الريمبو او العالم المسلية اه وطبعا ده غريب وكان الله ينصرهم ويعني ويقولوا شفت ربنا وعمل في المانيا ايه ولسه المانيا حتشوف وحاجات زي كده دي التعبيرات اللي هي ايه اه يعني استغرقاتني واستغربت يعني اه طبعا بالتأكيد طبعا فيه اتهمات موجهة لروسيا يعني روسيا نافت طبعا اي اتهمات مسؤولة عنها وانا برضه بموضوع المؤامرة ده لازم يبقى ليه شقين يعني لازم يفهمينه شوية يعني يعني قصدي او نحاول نفهمه يعني اه بشكل او باخر كل طيار بيقاليه دعمين واحيانا بيكون من خارج الدولة بس هو الفرق الدعم اللي هو الخارجي ان هو يكون معلن واحيانا يكون غير معلن يعني على سبيل المثال في مصر الطيارات الاسلاموية سواء الاخوان او السلفين كان بيعقدوا دعم كبير جدا جدا من الخليج وعلى رأسهم الايه السعودية لان هم شايفين ان ده نشر للفكر بتاعهم الوهابي والسلفي حتى الاخوان تسلفوا استجابة لرغبة الرعاية في السعودية وكانت هزي الاموال تتضفق سواء عن طريق شخصي او عن طريق اه جمعيات مشهرة والدولة ترى زلك ومتورره برغبتها وفي نفس الوقت الطيار الناصري كان بيدعموا القزافي يعني يفتح لهم مجلة بقى يفتح لهم قناة يساعدهم ماليا بشكل او باخر واهم حاجة زي ما قلنا في الموضوع انه ساعات يكون بشكل شخصي وده بيبقى عليه علامة استفهام وهي ما يكون بشكل مشروع في شكل بقى مؤسسة صحافية ومؤسسة اعلامية او ما شبه زي بدون يعني التحدث عن اسماء وعن وعن جهات يعني مهمة في النهاية قصدي يعني القناة الفلانية او الجورنال الفلانية بس الناس كانت عارفة وبرضو الطير الليبرالي ممكن يجيب من يدعمه عن طريق جامعات مجتمع مدني زي مثلا من المركز من خلدون وغيره وغيرها من جامعة حقوق الانسان اللي هي بتلقى يعني هوى اه تجاه الغرب او بيرى انه يعني جزء من مشروعه اه للديموقراطية في الشرق الاوسط فبتدعم هذه الجهات بس لشنا ده ما قلنا اهم حاجة يكون الدعم ايه معلن معروف راح فينه جاي جاي منه وده كان مجال نقاش كبير جدا يعني اه في فترة من الفترات ولا كانت الدولة كانت شايفها وبتمرر امور برغبتها ففكرة ان يكون فيه وبعدين يعني يعني لما يجي دعم الخارجي او مؤامرة خارجية ما بتجيش على ارض اه صلبة بتيجي على ارض فيها درجة من درجات الهشاشة او فيه درجة من درجات الاقتناع يعني ما حدش يقول لي ايران انه بيتهموا ان فيه مؤامرة اربما يكون فيه مؤامرة بس في النهاية انت فيه غضب شعبي فيه حالة احتقان فيه شرطة اخلاق بنتمارس مش عارف ايه فيه حرية تعبير مفقودة فيه اه وصاية كبيرة جدا من المؤسسات الدنيا على الدولة فما تجيش تقول انه مؤامرة خارجية مؤامرة ممكن تحرك تدعم تساعد انما مش هي الاساس فيه فيه في النهاية في الاساس فيه حالة غضب شعبي كازاك بقى يناير محدش يقول لي مؤامرة لا ما فيه كان فيه غضب شعبي حد بقى دعم من هنا حد نساعد من هناك بس في النهاية فيه حالة من حالات الاحتقان موجودة داخل ايه داخل المجتمع فايضا موضوع المانيا اه فيه من فترة طويلة مش يعني يعني بدأ يستزاد في الفترة الاخيرة فكرة انه يبقى فيه طيارات يمينية متطرفة اللي هي بيقول عليها الرايخ التلاتة دي اللي هي اه عايزة ترجع النازية وشايفة فكرة العرق اه الازرق او اللي هو العرق الالماني وهو العرق النقي ومش عايزين بقى الديمقراطية بالشكل الوقت منخلش مع اوروبا ومخلش مع مش عارف التعرفات مع امريكا ورقف ضين وبعدين لان فيه مؤسسة دولة وفيه اه يعني نظام سياسي اه يعني متماسك ما اقدروش يعني اقل لك حقيقيا اعملوا انقلاب دموي يعني كانت التهمة ان هم محاولة انقلاب دموي بيرعوف بالسلاح ويقلبوا موضوع بقى الديمقراطية وما ننساش ان الموضوع اللي حصل في الامريكا لما كيلينتون برضو رفض نتاج الانتخابات ونادى اللي هم داعمين هم يهجموا على الكونجرس ده كان يعني حدث خطير جدا فيه اه في امريكا وبعدين خريبا لكم فرنسا فيه طيار يميني متطرف اه بدأ يطلع كان حيكسب لوبان دي كانت حتكسب قصاد ماكرون لولا يعني ايه فرق بسيط مش فرق كبير كان او بيغبوا عشر في المية وخمساشر في المية يعني اشرفوا على انهم ما اكسبوا ايطاليا اه ميلوني دي اللي موجودة هناك عندهم برضو يمينية متطرفة تبع برلسكوني ومعرفش يعني ايه اه فاحنا نتكلم عن طيارات يمينية متطرفة بدأت تطلع اه الاعتوارات كتير ربما رفضين الشكل الغربي بالديمقراطية والتحالفات وايضا رفضين فكرة التعاون او العلمانية بشكلها انها تقبل مسلمين وفيه تغيير ديمغرافي انما الغريب ان الناس اللي شمتانا وكان نفسها المانيا توقع كدولة من العالم الاول وتبقى زينا كده في العالم التالي تنقلاب عسكري وحاجات زي كده يا جماعة الدول دي اه لو وعت احنا مضرورين يعني كام مليون مسلم اه متواجد خلي بالك الاتراك كتير جدا في المانيا اللي هم احتاجوا لهم اه في التنمية بعد الحرب العالمية التالية اه لان كان الالمان اللي هما اللي هما المجنسين يعني الالمان كانوا راحوا في الحرب وعادة كبير جدا منهم مات في حروب اه ادنازي او في حروب هتلر ففي معركة البناء كان عندهم عجز في الشباب فجابوا من تركيا يعني يقال ان هما جابوا مش عارف خمسة مليون ميل اه تركي واقاموا هناك فدول مسلمين موجودين وغيرهم بقى عرب وسوريين وكلام من ده وتبقى الاتفاقات الدولية من اكتر الدول استقابلت لاجئين سوريين كتا المانيا وكان فيه مشاكل مع ملكة بسبب هزا ايه بها سبب هزا الموضوع رغم دول بيبقى جايب بمشاكلهم يعني ما احترمنا وتقدمنا لكل اللاجئين من اي دولة اه بس بقى جايب بمشاكلهم يعني جايب يعني كانوا في واضع اقتصادي جايد او كانوا في دولة مستقرة وفجأة اه ازا كان بيته انضرب او الحي بتاعه او المدينة بتاعته اصبحت ما فيهاش خدمات واضطروا ان هو يخرج من بيت مستقر وتجارة رائجة وكلام من ده وفجأة لأسه بقى لاجئ بقى محمل احيانا بيه عباء اه نفسية وبعضهم عمل مشاكل مشاكل فردية وده اللي بقى فيه خلا يعني اللي لا ما استغربه زي ما قلت المسلمين الشمتانيين وعايزين الدول العالم الاول تقعها الدول العالم دي اللي بتستقبل اللاجئين وبعدين العلمانية هي اللي بتستقبل وبتعامل معهم بشكل دائق وكمان بتوفر لهم اه بدل سكن وبتوفر لهم اماكن الاقامة لغاية ما يجدوا عمل وبتدعمهم اه معنويا ونفسيا وطبيا وبتدعمهم بكل نوع الدعم ومالية لغاية ما قفوا على رجليهم يدهوا ايه اه يتوقنوا في هذا المجتمع التغارية الليمانية دي حتقلب التربيزة موازية ترامب كان رافض فكرة المكسيكيين والرافض الملونين الموجودين وعايز يطرد مش عارف المقامين المقيمين بشكل غير شرعي بس مؤسسات الدولة القوية وقفت ضد ترامب وضد رغباته او حجمت رغباته نفس النظام ايطاليا او نفس النظام فرنسا كل دي الطيرات آآ رفضة آآ يعني العرب بشكل عام والمسلمين بشكل خاص فاول ناس حتى تضرر الناس المقيمة هناك حيث كان عن خمسين مليون مسلم في اوروبا آآ العرب اقل شوية لان المسلم بعضهم يعني من الفلبين وبعضهم من الهند وبعضهم من اندونيسيا وكده ولكن ونسبة العرب ليست ايضا ايضا قليلة وناس كتير جدا كانت لا تجد يعني آآ عملا جيدا في مصر او لا تجد آآ فرصا جيدة وراحوا الغرب وعاشوا عيشة سعيدة وضائقا انا فاكرة حتى مرة وفيه سوزي الله يرحمه يعني كان مرة سجل مع المصريين في امريكا فبيعمل حوار مع واحد فقال له انت بتحوش كام قال لا يعني بحوش انا يعني اللي بحوش بصفه فصيش قال له يعني بتعملش سروة فامريكا قال له لا بحوش سروة فامريكا فقاله مرعدين ليه يعني يعني فقاله ايه نظرته المقترب ده انه ريح يغرب فلوس ويجي عشان يقيم حياته في بلده فقال له لا احنا هنا عايشين كويس عايشين كويس وفيه منتمتع بحرية الرأي وحرية التعبير ومندي اصواتنا في الانتخابات وعايشين عيشة جيدة هو مش قادر يفهم الفلسفة بتاعة المواطن الغربي اللي هو عايش في التالت المواطن بتاع العلامة التالت خايف على عياله وخايف على احفاده وعايز يقاملهم مستقبلهم وخايف هو في في كبر وما يلاقيش اه يتعالج او ما يلاقيش اه حياة جيدة فبيحاول يقامل كمان مستقبله لانه بيتنه قلقان وخايف هو المشكلة ان هو مش قادر يفهم ان المواطن في المجتمع الغربي ما عندوش هذا القلق ليه لان الدولة بتكفره بتكفره طبيا وصحيا لو طالع على المعاش او مرض او اصابته يعني اه كارثة يعني او ما شابه زلك فهو بيصرف الفلوس يعني بيستمتع بالفلوس اللي هو اه بيحوشها لو حوش مبلغ مسلا في اخر الصيف ده عشان يعمل رحلة في اخر الصيف لشهر اجازة بتاعه يروح دولة خارجية يتفرج على العالم اه الويك اند بيعمل رحلات داخلية بيصهر يوم الحد مسلا او يوم السبت اه اه عندهم الويك اند في صهرة جميلة يتعاشها برة يعني عايش عيشة اه رفاهية ما عندوش فكرة الخوف من المستقبل والقلق من المستقبل لان الدول المتقدمة امنت له هذا القلق يعني ايه ما يعني انا اتذكر يعني واحدة كاتجارتنا وكاتجارت امريكا وبعدين اه جوزها اه عمل حدثة ضخمة جدا يعني تاني ايه تقريبا في حالة اغماء ممكن استمرت عشرين او خمسة وعشرين سنة في خلال عشرين او خمسة وعشرين سنة الدولة بتصرف اللي هو رغم كانش يسا يعني وقت الجنساء قريب يعني حاجة بسيطة يدا يعني قاعدت تصرف على اسرته وعلى امراته وعلى اولاده لان هما دول بيرعوا المريض رغم ان هو كان شديد كمان في حالة اغماء يعني بس بيزول كل اسبوع وتعلمهم لدرجة ان هي كمان قالت ان هي عايزة تستدعي امها وابوها اللي هما الجد والجد يعني للاطفال فالدولة وفقته وسمحت لهم بستعاعي الجد والجد عشان يراعوا الاطفال وتمتع برعاية كاملة فهو المواطن اللي عايش في الغرب المسلم او العربي اللي عايش في الغرب اه بيتمتع بحياة نقدر نقول انها انسانية وادمية وفيها كرامة وكثير من الاسلامويين بين قوسين متمتعين بهذه الحياة ورفضين تماما ان هو يروح الدول الاسلامية لا راحوا داعش وراحوا افغانستان وراحوا السودان لما كانت اسلامية ولا عراحوا ايران لا هم عايشين في الدولة الغربية بيتمتعوا برفاهية المجتمع الغربي فده اللي لما استغربه وده فكرني بالمثل اللي واحد يعني حاب يعني يغيز براته فقطع عضو الزكري يعني ده يعني حاجة غريبة جدا ان هم المسلمين شمتانين في ألمانيا ونفسها تبقى جنبنا كده تيجي جنبنا تلك نجنبنا في العالم التالت انقلامة عسكرية وشبه هذلك يعني زي ايه اه ما بيحصل احيانا يعني فنقصدي لا العالم الاول وان كنا زي ما قلنا اه ممكن نتحفز على اساسة الخارجية بالذات امريكا ممكن نتحفز انما في ناية هم عمله عمل مجتمع وعملوا حضارة احنا ما زال ننهل منها حتى الان عربية المرسيدس دي اللي ركبها كل القادة والرؤساء والوزراء ورجال الاعمال المانية بيمي دابليو المانية صناعة المانية اللي كانت في حرب علمية تانية دي ويعني انسحقت في حرب علمية التانية طلعت في الاربعين سنة اللي فاتوا دول اه طلعت عندها صناعة بكده فكملت وبالت وطورت وما زالنا حتى الان اه في المقدمة العربية السيارة المرسيدس او السيارة البي امي دابليو يعني او الاكتافيا يعني نظام اللي هي الصناعة الايه اه الالمانية فيعني ما نفرحش ان دولة تنهار او يحصل فيها مقاربات عسكرية ان زي ما قلنا لك اه اصدقائك المانيا بالذات نعرف نفس فيها ناس كتير اولاد اصدقائنا جيل جديد راح لان هم هناك بيعلمهم مجانا حتى في التعليم الجامعي بس بيضمن ان هو يحط يعني مبلغ من المال كمصاريفه لو حصل اي ظروف ان هو في اول سنة بيضرش يشتغل عدد ساعات اه كبير وبيدلو عدد ساعات محددة للعمل فناس كتير جدا اه استفادت من التعليم الالماني المجاني وبعد كده انخرطوا في المجتمع الالماني بعضهم اتجوز المانيات وبعضهم لا اتجوز عادي اه اه مصريات وما زال بيعيش في المانيا ويتمتع بحياة اه يعني اعتقد انها جيدة ففليل يتمنى الشر للمجتمع الالماني او للدولة الالمانية لان مش عارف هما في كسر عالم طبعا هم موضوع كسر عندها موضوع معقد وموضوع شائك وليه اكثر من زاوية وهم عندهم ثقافة طبعا احنا عندنا ثقافة بدون دخول في تفاصيل يعني الموضوع اه ولكن في النهاية لابد ان احنا نتعرف على ثقافة يعني يروح هناك في الغرب ما بيشوف مظاهرات المثليين موجودة طبعا الموضوع انا شاف انه هو مبالغ في اوي بس انا اصدي في النهاية اه يعني اللي موجود في المجتمع الغربي او المجتمع الاوروبي شايف المظاهرات المثليين وشايفهم بيعانون على نفسهم بشكل صريح وربما يعني بيبثلوا علاقات احيانا حميمية او يعني شبه حميمية في في الاماكن العامة وما بيسبش هزا المجتمع اللي هو شايفه بقى فجر او فصق او منحل او كلامين ده ويروح طلبات والناس كلها متغطيه مبيروحش لا يعني في كمان يتغاضع عن مثل هزا الامور يعترف بيعتبر ان دي الثقافة خاصة بيهم انما هون حيستمتع بي ايه بالمجتمع الالماني او الامريكي او ايا كان مجتمع الغربي او الاوروبي اللي هو اللي هو فيه بيتمتع بيه المستوى المعيشي المتفع واللائق والجيد اه ده بشكل عام طبعا نياتنا طبعا ان المانيا تستقر طبعا اه الغرب بيبنور بازمة طحنة بسبب الحرب الاوكرانية الروسية اه اعتقد ان اوكرانيا مبارح او اول امس ضربة العمق الروسي وده ربما يكون اه يعني يتبعه رد انتقامي من روسيا او من بوتين حتى ان بوتين كان لدي تصريح غريب النهاردة قال يعني ان هو مطروح وان كنا لسنا مجانين يعني حتى نستخدمه الان يعني قال كلام كده في هذا السياق يعني بيقول ان مازال ايه يعني متستفزناش اكتر من كده عشان ان هو اه اه خطير واحنا مش مجاليل بيقول بس اعايز يقول يعني ممكن إتجانة لو انتم زودتوا لايه يعه اكتر من كده لهن Turbo avaient أه وهو مش هيضمر روسيا بس هيضمر كل المنطقة الى اجل نغير المحدود يعني نتمنى للسلامة للعالم نتمنى للسلامة للمجتمع الغربي وبرضه المجتمع الغربي مع تحفزنا زي ما قلنا على سياسة الخارجية انه هو ما زال حتى لانه هو اللي بيدينا بالتكنولوجيا هو اللي بيدينا بالعلاج هو اللي بيدينا بالأدوية هو اللي بيدينا بالأمصال يعني تخيالوا المكتمل الغربي ده مش موجود وحاجة زي كورونا كانت كانت لها مليار واحد من العالم لو لم تنتج هزي الأمصال وكنا أكتر دول هتتضرح للدول اللي هي اللي في العالم التالت عشان يكونوا معترفين فيعني يعني انتماننا السلامة للعالمنا وان العالمنا يتقدم ويتطور وزي ما قلنا هو بقول لي قادي العلمانية هي طريق تفكير اكتر منها هو يعني بالتأكيد النظام الديمقراطي حتى الان عليه مسالم وده اللي مشاننا اللي بقوله ده الخبراء الغربيين فكرة المال وفكرة الاعلام وتأثيره وفكرة رجال الاعمال وفكرة الشركات المالية الضخمة وتأثيرها وكان فيه اتهمل ترامب انه هو مش عارف عن طريق تويتر وعن طريق روسيا تدخلته وساعدته ودعمته يعني ما زال حتى الان الديمقراطية عليها مسالم ولكن في النهاية هو افضل المتاح حاليا يعني افضل المتاح حاليا وفعلا الدول الغربية استطاعت بيها ان تكون في المقدمة واحدة في المؤخرة وبعدين عنصرية شيء بغيد ويجب ان يكون منتقد ولما حصل في امريكا موضوع جورج جوري يعني خريبا كل اليمين المتطرف موجود في كل حتة فكرة كراهية الملونين الاعتزاز بالاوروبي يعني او الجنس الاوروبي الابيض وانه كل الملونين دول يعني خطر ومصدر مصدر الى وخلي بالكما بكرهوا العرب عامة والمسلمين خاصة وشايفين المسلمين ده مصدر ارهاب مصدر الى اه وزي ما قلنا في امريكا لما والسود طبعا عندهم يعني قيا ضد السود لما الزامة الشرطة اه ضغط على رقبة واحد ومات المجتمع الاوروبي انتفض الغربي كمان مش مش اوليكا بس المجتمع الغربي كله انتفض وشافت دي عنصرية بغيضة ومرفوضة والبيت كانوا بيقوم بوزارات مع السود ضد هزي العنصرية والزبط التحاكم وخالد اخذينا حكاما اه كبيرة والأسرة الرجل اسود خالد تعواجات مالية ضخمة جدا فهذا هو المجتمع بكل تكويناته بكل تركيباته اللي فيها جزء البير ايجابي واندارش نتغطى عنه وزي ما قلنا العنصرية مرفوضة والعنصرية اول ما هتكون العنصرية ضد مين ضد عننا التالت زوال ملونين سوال ايه زل البشرة الصمراء يعني فكل ده اه مرفوض في ظل المجتمع اللي عمل القيم دي واللي عمل اه حقوق الانسان في الامم المتحدة واللي عمل ميساق بتاع امم الممتحدة بتاع حقوق الانسان وبعد كده الدول بدت تتوقع عليه واحدة تلوى الاخرى هو العالم الاول مع بقى تحيوزات والفيتو ممكن نقول كلام كتير في موضوع الامم المتحدة وتحيوزاتها وقاراتها لما تطبخش ودولة زي اسرائيل ما بتطبخش ممكن نقول كل الكلام ده بس زي ما قلنا في النهاية هو اه افضل المتاح وبنحاول وهم بيحاولوا يحلوا الصغارات بتاعة الاا الديمقراطية ويحاولوا يسدوها لفاكرة حتى اوباما كان عايز ما ياخدش من الشركات الكبيرة وياخد من المواطنين فكرة الدولار بحيث ما يكونش تحت تأسير يعني صلطة المال وشركات المال الضخمة اللي موجودة في في امريكا في النهاية يعني تمنيتنا على مجتمعاتنا الاستقرار والمجتمع الغربي ونحن نمر من هذه الازمة وان الحرب تهدأ في روسيا واوكرانيا لان ما زلنا احنا اللي منضر اكتر الناس بتنضر بسبب ارتفاع الغزاء والتضخم والعملة وامور كثيرة جدا اه رغب ان احنا مش 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 في مرمى النيران ولكن احنا في مرمى النيران الاقتصادية الملهبة تمنى انت سلام المصر والمجتمع العربي والاسلامي وكل عالم يعيش في امان وسلام ونمر من هذه الازمة بسلام